بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة ازاي تربي كلبك معك واليدي يونس النهاردة حلقة الرد عن الاسئلة اللي بتجيلنا من الحضرة تكون ان شاء الله اول سؤال معنا الكلب نابو الكسر وعمره اربع شهور هل هيطلع غيره ولا لا الكلب يا جماعة صعب جدا نابو او سنانه او دروسه تلكسر طالما بدل الاسنان وطلعة السنان الدائمة بتاعته طالما في سن من شهرين ونص او تلات شهور حتى ست شهور او ست شهور ونص حيطلع غيره بازن الله تمام الحاجة التانية انت ازاي قاعد في شقة شقة سبعة وستين متر ومعاك كلاب مش المفروض يبقى عندك بيك بيك كبير وجنينة معلش شباشة الناس امكانيات معلش اه كل واحد ليه امكانيات بس انت ازاي الساعة سبعة وستين متر بالزبط يعني الله ينور عليك والله انت فرياضيات عشر على عشر الكلبة بتاعتي لما حد يجي عكسها بتهوهوا عليه وممكن تروح تعضه بس لما بتوصل لحد عنده بترجع تاني وتعود له على الارض تدريب الحراسة لازم كرسي حراسة صعب جدا صاحب الكلب يدرب كلبه حراسة الافضل صاحب الكلب يدربه طاعة اما الحراسة لا اخرك حتخليه هوهوا ولكن الهجوم فك العضة بالامر اه ان هو يهجم على اتنين تلات اربعة في نفس الوقت يدفع عن نفسه يدفع عن صاحبه صعب جدا اخر حضرتك حتخليه يهوهوا على حد لكن ولا حيعض ولا 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 ثم ان الكلب لازم يهجم بالامر يا اما يبقى فيه هجوم عليه لكن مش اي حد يشوفه يروح يهوهوا عليه ويعضه لأ ده كده يبقى قزة تمام عندي كلبه ومش بينبح ازاي خليه ينبح حضرتك تجيب اي حد يعكسه زي ما ان لسه قايلين اي حد يعكسه حاجة تشجع الكلب ولكن عايز اقول حاجة الناس البني قدمين شخصيات شخص بيتكلم كتير شخص قليل الكلام شخص بيتكلم وقت الضرورة شخص ما بيحبش يتكلم خالص شخص ما بيحبش يختلط مع المجتمع الكلاب نفس الموضوع شخصيات في كلب بيهوهوا كتير كلب بيهوهوته عزيزة آآ كلب بيهوهوا هو وقت اللزوم الكلام دوت يعني كلب ما بينبحش لكن ما فيش كلبه اخرس ما فيش كلبه ما عندوش حبل صوتية ما فيش كلبه ربنا سبحانه وتعالى خلقه من غير حبل صوتية لكن في كلب بيهوهوا هو وقت اللزوم وده شيء كويس على فكر وإيلا حيقعد بقى يعمل لك دوشة ليل ونهار ونرجع نقول ازاي اخلي الكلب يبطل عشان الجرام بتشتكي انا جبت جاره ووديته تطعيم وتنشيط الدكتور قال لي لازم جرعة تلتة تنشيطية في انواع لازم تطعيم وجرعتين تنشيطيين زي الروت والبيتبول تمام لكن الجيرمن وبقية الفصائل جرعة وتنشيط واحد بس ولكن نظرا لكسر الفيروسات الكوكب باعيش فيها دلوقتي باقت الناس او الدكتور او المختصين بيفضلوا ان الكلب ياخد تطعيم وجرعتين تنشيطيين لزيادة جهاز المناعة ولذلك في ناس كتير جدا كلابها ماتت السنة اللي فاتت كتير جدا رغم ان هم اغدين جرعة وبعدها جرعة تنشيطية واحدة مش هنخسر حاجة لو صرفنا 180 جنيه زيادة على جرعة تنشيطية احسن ما تخسر حضرتك كلب بالاف لقدر الله انا كلبي بيعض وضربته على بوزه وبيهواوا عليك كتير دي قلناها في حلقة العض اللي فاتت ان الكلب الالفة مش هيسمح ان حضرتك تضره او تضربه مش هيسكت لحضرتك دي حلها فرض الشخصية امر الناهي اوامر الطاعة بتهدي الكلب كتير ما نطلبش من الكلب حاجة الا لما ننفذت تلات حاجات دول لقيته بيهواواوا عليك تاني لا تجرق عليه زيادة وقرب عليه اثبت له انك ما بتخافش منه لانه هو بيختبر شخصية حضرتك هل صحيح ان المية لو دخلت ازن الكلب لو دخلت ازن الكلب بتموته لا مفهوم خاطئ ومعلومة غلط ناس كتير قوي عايش عليها المية لو دخلت ازن الكلب يفضل ما ندخلهاش لانه بتجيب له التهابات في الازن الوسطى والازن الداخلية تمام لكن ما بتموتهوش وزي ما قلت قبل كده الكلب ممكن ينزل للبحر ينزل للمية يغطص تحت المية ما فيش اي مشكلة هو بيقفل ودنه لورا عشان المية ما تدخلش لكن في جزء من المية بيدخل ما تموتهوش لكن طبعا ما بلاش وحنا اسناء الاستحمام نحافظ ان احنا ما ندخلش مية جوه ننظف ودن الكلب ازاي بيبقى بحتة قماشة مبلولة نعصرها كويس ونبدأ ننظف بيها ازن الكلب هو انا ممكن اكلم الكلب بتاعي عربي لان انا ما عرفش انجليزي بيكلم على التدريبات تقدر تدرب الكلب حضرتك باي لغة واي مصطلح اي مصطلح يعني ايه يعني انا اخطر اي كلمة اعود الكلب عليها ان هو يعد جوليا 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 تعاليه انت اعود الكلب عليها ان هو يعد هيعد تمام مش لازم عربي مش لازم انجليزي اي حاجة زائد ان الكلب اه من كتر اه عشرته معك بيتعلم على لغتك جوليا مبارح كانت بتعمل مشكلة وانا ما كنتش موجود فقالولها في البيت ها هنجيبلك وليد طلعت تجري فالكلب بيفهم مع الاستمرار في الكلام بيبدأ يتعود على اللغة بتاعت حضرتك هي عرفت ان وليد ده وليد اللي هو انا مع الاستمرار تلاقي واحد عماليه يا وليد يا وليد خلاص علمت ان ده وليد تمام جالي كومنت هو اخه مشكور جدا هو بينصح ان ماكس وهو بيلعب مع جوليا بيعضاه من ودنها كتير فممكن ودنها تنام معلومة جماعة ان الكلب طالما اذنه انتصدت وعد على انتصابها ثلاث او اربع اسابيع يعني شهر الازن مهما حضرتك اللي عبت فيها مش هتنام تاني ولكن ممكن ماكس يقزيها يقزيها ازاي ان هو يعضيها عبدة جامدة في ودنها يقوم كسلها غضروف ولا حاجة فيقزيها وبالتالي هي مش هتوقف تاني فالاخ مشكور بس انا حبيت اوضح نقطة ان طالما اذن الكلب انتصبت مش هتنام تاني مهما حصل فيها الا لو الغضروف اتكسر بالكوة تمام? وشاكر اهتمامك يا باشا انا عارف انك انت عايز اه الصالح العام وخايف عليها اشكرك جدا. الكلب الدكر يتجوز امتى? بصوا جماعة. هنجيب الموضوع من الاول. الكلب بيفضل ينمو طول وارتفاع حتى عمر سنة. من عمر سنة لسنة ونص بتزداد كسافة العظام. بيفضل زي ما بنقول بيرص عظم. فيفضل عند سن سنة ونص يكون نمو الكلب اكتمل كامل. اكتمل بالكامل. نجوزه عند سنة ونص. انا ممكن اجاوز عند سنة وثلاث شهور. ولو انتظرت لسنة ونص يكون افضل. النتاية تتجوز من تاني حيضة. علشان نتاكد ان الجهاز التناسولي بتاعها اكتمل النمو بتاعه خاصة الرحم. البرشان بتاع الاعصاب والمفاصل. اه انا ما فهمتش الجرعة كويس. الجرعة جماعة. اه الكلب اللي اقل من ثلاث شهور. اه اللي من ثلاث شهور لست شهور. اقل من ثلاث شهور ياريت ما نديلوش الدواء ده. اللي من ثلاث شهور لست شهور ياريت نجيب له الكلسيماكس ستة مية وليس الكلسيماكس بلاس. لان الكلسيماكس بلاس اقوى. تمام? اه هندي ارس جينيوفيل. وآآ وارس نيرتون كل يوم بعد الاكل. تمام? اي فيتامين يا جماعة بيتاخد بعد الاكل. تمام? اه تاني يوم هندي نص ارس للكلب اللي من ثلاث شهور لست شهور. هندي نص ارس كالسيماكس. اللي فوق الست شهور هندي ارس. وضحت المعلومة ولازم نريح الكلب اسبوع من غير ادوية خالص ولا فيتامينات خالص عشان الكبد والكلية بتاعته تسريح شوية. الكلب خلص الجرعة التنشطية بتاعته من اربع تيام انا زيله الشرق امتى? زي ما انا قلت الكلب ينزل الشرق ثلاث شهور ويكون متطاعم ونخلص ستعموته كلها. ننتظر عشر تيام من بعد الجرعة التنشطية عشان نتأكد ان جهاز المناعة يكون اشتغل اربع تيام لسه جهاز المناعة الاجسام المضادة بتبدأ تفوق وتتكون. عندي كلبة ولدت والجراوي نزلت ميتة ده من ايه? الجراوي اللي بتنزل ميتة دي قلت غزة وقلت اهتمام بالنتاية اثناء فترة الحمل. نهتم بالنتاية يا جماعة اثناء فترة الحمل. جبت كلب ومليان اراض وانا مستحرم ارميه في الشارع. لا طبعا ما تدميهش في الشارع. ايام حضرتك ترجع له صاحبه. ايام ما تدي له حقن الدكتوماكس. الدكتوماكس يا جماعة انا بفضله عن الايفوماك. الايفوماك ده معمول للمواشي. في مواد ضرة جدا للكلب. والايفوماك لو ديته للكلب وعنده حساسية الحساسية بتتفاقه. فالديكتوماكس اقمن. هتدي له لو مليان قوي بقى فيه بتاع ميتين تلتميت اراضاية. هتدي له حقن الدكتوماكس. وتنتظر اسبوع هتدي له الحقنة التانية. الحاجات دي كبك كامل هتنتهي خالص. وتكافح المكان بتاعه. عشان جالي كومنت امبارح. اه واضح ان انا اديت له دكتوماكس والاوراد لسه فيه. واضح ان هما بيبيضوا على الكلب. لا يا جماعة زي ما قولنا في حلقة الاوراد. دورة حياة الاوراد. الاورادة بتنزل تبيض على الارض. وتطلع على الكلب تاني. لو حضرتك ما كفحتش المكان. البيض اللي فقس على الارض هيرجع للكلب تاني. ها? ها? بالراحة يماجس عليه. بالراحة يماجس عليه. كده تكون حلقتنا خلصت. اتمنى يكون الكل السفاد. اللي ليه سؤال اللي ليه استفسار يبعت لي وصف نرد على الوصف من تمانية على عشر مساءل ان شاء الله اكتب لي في الكومنتات تحت عمركم. واشوفكم على خير في فيديو جديد من قناة زيت ربي كلبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.